موسيقى قال النبي شعياء في القديم في صحاح 55 الآية الأولى أيها العطاش هلموا جميعا إلى المياه ويتكلم عن المياه مجانا طبعا والنبي داود طبعا لما كان بناجي وبصلي قال كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله عطشت إليك نفسي يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء هذا أيضا في مزمور 63 الآية الأولى يا الله إله أنت إليك أبكر عطشت إليك نفسي يشتاق إليك جسدي لكي أبصر قوتك حضور الله يختبر حضور الله كل يوم متجدد في حياته فالاشتياق إلى البر أحبائي هو رغبة مستمرة ورغبة دائمة وهذا الاشتياق على فكرة هو علامة الحياة فالموت لا يجعون ولا يعتشون بما أن الجسد يحتاج كل يوم أنه يشرب الماء وكل يوم أنه يأكل الطعام وهكذا المؤمن في المسيح بيحتاج كل يوم أنه يتغذى على كلمة الله بيتمتع بالحضرة الإلهية وينهل من الينبيع الحية حتى من أعماقه تخرج ينبيع ماء حية اللي هي بتفيد كمان على الآخرين إخوتي وأخواتي هذه دعوة دعوة الرب يسوع لكن بنفس الوقت بركة وتطويب لكل شخص فعلا الاشتياق تبعه سماوي الاشتياق تبعه روحي الاشتياق تبعه لمجد الله عايش في حياته يرضي الله يسر قلب الله يشبع قلب الله ما عندوش هاي المطامع المادية العالمية اللي ممكن تسلبنا من أو تحجبنا عن رؤية الله قال طوبة للجياع والعطاش وأيضا طوبة للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله في ناس عطشاني أحبائي وفي ناس جعاني لكن للأسف عطشاني وجعاني للثروة عطشاني للصيت والسمعة للجاه في ناس عطشاني للقوة والسيطرة وفي ناس دايما جعاني للشهوة الرديئة وطبعاً في ناس عطشاني للمسارات والملذات العالمية العالم يشتذبهم هذا يسمى شبع كاذب وأوهام في هذه الحياة ترجمة نانسي قنقر